موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى موضوع اليوم أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن أنبوبا الغاز نيجيريا المغرب يعد مشروعا من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة وكذا من أجل الحاضر والأجيال القادمة وقال الملك محمد السادس في خطاب الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة قال إن أنبوبا الغاز نيجيريا المغرب هو أكثر من مشروع تنائي بين بلدين شقيقين بل هو مشروع استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعمائة وأربعين مليون نسمة لي المزيد عن المضامين البارزة في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء ينضم إلينا من الدار البيضاء دكتور عبداللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء أستاذ كومات أهلا بكم شكرا شكرا على الاستضافة إذن لنبدأ من البداية أيضا كما يقال العاهل المغربية الملك محمد السادس أكد أن مشروع أو برنامج التنمية للأقاليم الجنوبية الذي انطلق منذ تقريبا 2015-2016 قد حقق تقريبا 80% من الالتزامات الاستثمارية الخاصة به عمليا ما الذي أثمره هذا البرنامج التنموي في النهوض بجاذبية هذه الأقاليم الجنوبية للمملكة وقدرتها على أن تكون أيضا منصة للمبادلات القارية والدولية هو أولا هذا المشروع الملكي الذي انطلق عقب الخطاب التاريخ لصاحب الجلالة لستان نومبر 2015 والذي تبعى باتفاقيات أمام أندار صاحب الجلالة في بداية 2016 هو تطرق إلى عدة محاور أولها البنيات التحتية بحيث اليوم الأقاليم الجنوبية للمملكة تحضى ببنيات على أعلى مستوى لا من طرق بحيث أن الطريق ما بين تيزنيت والدخلة التي تمتد بحوالي ألف أمئة كيلومتر هي اليوم في فترات إنهاء الأشغال أيضا هناك مشاريع تهم من الدخل المتوسطي الذي اليوم هو في طور بداية الأشغال بعد نهاية فترة الدراسات أيضا تم ربط المناطق الجنوبية بالشبكات الكرباء ولا الماء الصالح للشرب وأيضا بالشبكات التواصل بحيث اليوم يمكن أن نقول بأن من ناحية البنيات التحتية المناخ هو مهيئ لتطوير الاستثمارات ولتهيئة فضاءات ثانحة لتنمية أكثر يعني تقدما بالنسبة للأقاليم الجنوبية لكن في نفس الوقت بالإضافة إلى البنيات التحتية كانت هناك استثمارات في عدة قطاعات أولا قطاع الصيد البحري بحيث اليوم المنطقة تتوفر على وحدات صناعية مندمجة أيضا في ميادين الفلاحية بحيث صاحب الجلالة أكد على أكثر من 6.000 هكتار موزعة بين منطقات الداخلة ومنطقات البوجدور وهي تتكون من فلاحات على أعلى مرضودية أيضا هناك مشاريع في الميادين السياحية وأيضا هناك بالمواكبة مع هذه الإنجازات من ناحية البنية التحتية ومن ناحية الاستثمارات المنتجة هناك أيضا مجهود كبير في الميادين التقافية في الميادين الاجتماعية في ميادين التعليم بحيث اليوم هناك عدة مركبات اجتماعية وتقافية أيضا عدة مداريس وأيضا هناك نواة كبيرة لجامعات بنظرها من حوالي اليوم أكثر من خمسة مؤسسات كبرى في ميادين التدبير في ميادين التسيير في ميادين القانونية والاقتصادية وأيضا وآخرها كلية كبيرة للطب اليوم هي دخلت حيزة الاشتغال منذ السنة الفارطة وتكون مئات من الطلبة وأيضا هناك مشروع كبير لمركز استشفائي جامعي الذي اليوم هو في طور الإنزاج بمبلغ فوق 1.2 مليار درهم ليمكن المناطق الجنوبية من التوفر على بنيات تحتية ومرافق صحية تواكب المشروع الملكي الذي يهدف بالتغطية الصحية بحيث في هذه المناطق سيكون إن شاء الله لا موارد بشرية ولا بنيات تحتية صحية يعني تكون في مستوى التطلعات لساكنة هذه المناطق العزيزة على جميع المغاربة سيد عبداللطي فكومات هل الأمر يتعلق أيضا بمعالم مرحلة انتقالية إلى إطار أكثر طموحا فيما يتصل بالمشاريع الانتقال من المشاريع البنية التحتية والمرافق بمختلف أنواعها إلى أيضا مرحلة أخرى من المشاريع المهيكلة ذات البعد القاري والدولي هو المنطقة اليوم هي سانحة أولا لتطور أكبر بالنسبة للأقاليم الجنوبية المغربية بحيث اليوم البنية التحتية هي يعني مهيئة والآن كما طالب بذلك صاحب الجلالة الاستثمار الخاص يجب أن يواكب هذه النهضة وبالإضافة إلى ما حقق إلى اليوم من مشاريع نادى صاحب الجلالة بأولا الاستثمار في المشاريع في القطاعات التي تعرف نهضة منذ سنوات ولكن أيضا بالاهتمام بقطاعات واعدة أخرى منها قطاعات الاقتصاد الأزرق منها يعني التقات المتجددة بحيث أن هناك أفاق كبيرة في قطاعات جديدة لتعرف هذه المناطق تطورا أكثر فعالية في السنوات المقبلة ولكن كما تفضلتم بالإضافة إلى ذلك فللمنطقة يعني مكانة استراتيجية لفتاح المغرب أكثر على امتداده الإفريقي كما أراد ذلك صاحب الجلالة بحيث اليوم أن البنية التحتية هي مهيئة من طرق ومن موانئ ومن مطارات لتربط المناطق الجنوبية للمغرب مع امتداد المغرب من الدول جنوب الصحراء ولكن أيضا هناك كما تفضل صاحب الجلالة انطلاق مشروع مهيكل مشروع يعني كبير الذي من شأنه وهو الأنبوب الغازي نيجيريا المغرب والذي هو يتحدى أن يكون يعني مشروع بين بلدين ولكن له منظور جهوي وقاري ويمكن أن أقول أنه مشروع بين القارات لأن من أهدافه هو إمداد أوروبا بالغاز وهذا يعطيه مكانة استراتيجية مكانة مهيكلة للاندماج الاقتصادي لإفريقيا الغربية وأيضا لتطوير الاندماج الاقتصادي لإفريقيا بكاملها بحيث أن هناك دراسات قامت بها البنك الإفريقي قامت بها المنظمة الوحدة الإفريقية وأيضا المنظمة اقتصادية عالمية التي بيّنت بأن هناك آفاق كبيرة للاندماج الاقتصادي الإفريقي الذي سيعطي لإفريقيا إمكانيات اقتصادية كبرى من تشغيل من خلق ثروات ومثل هذه المشاريع التي كان صاحب جلال ورائها هي من شأنها أن تساهم في تنمية الاندماج الاقتصادي لإفريقيا الغربية وأيضا لإفريقيا بكاملها وأيضا لتبلورة العلاقة الاقتصادية بين إفريقيا وأوروبا إذن اليوم المناطق الجنوبية للمملكة هي تصبو نحو تنمية لسكانها بخلق شغل بخلق ثروات ولكن أيضا أن تكون قطبا كبيرا للتنمية للمغرب بصفة عامة وأيضا لتقوية ارتباط المغرب بامتداده الطبيعي الذي هو إفريقيا هذه المشاريع كلها أستاذ كومات بالحديث عن مختلف لنقل قطاعاتها سواء تعلق الأمر بالبنيات أو الاقتصاد أو لنقل المنشآت الكبرى هي تجعل المناطق الجنوبية منصة للمبادلات القارية وذلك لربما يعطي فكرة أيضا عن الرؤية التنموية للعاهل المغربية الملك محمد السادس وهي رؤية تنموية تتجاوز في الواقع البعد المحلي أو القطري التي تشمل بما أنكم ذكرتم أنبوب الغاز المغرب نيجيريا تشمل لربما منطقة الغرب الإفريقي كله رؤية تنموية تنشد الاندماج تنشد تبادل المصالح المشتركة هل تحديات هذا الأمر هي مقدورة عليها في هذه المرحلة المقبلة؟ نعم هو مقدور عليها لأن هناك عدة جوانب هناك الجانب السياسي فاليوم في المناطق الجنوبية هناك عدة تمثليات قنصلية تمثل الدول التي هي مباشرة معنية بهذا المشروع أيضا هناك الجانب المالي بحيث صاحب الجلالة أكد على ذلك هناك اليوم استعداد منظمات مالية جهوية ودولية للمشاركة في تمويل هذا المشروع الذي أذكر بأنه سيتكلف أكثر من 25 مليار دولار وأيضا من المنتظر أن الدول الأوروبية والمنظمات المالية الأوروبية سيكون لاهتمام بهذا المشروع لأن اليوم نحن أمام موضوع استراتيجي موضوع له أهمية كبرى في الظرفية الحالية هو موضوع الطاقة بصفة عامة وأيضا إمداد أوروبا بالغاز ومن شأن أيضا أن يمثل الدول الأفريقية من السير قدما نحو الاستقرار من ناحية إمداد الطاقة وأيضا بخلق مرافق اقتصادية التي ستواكب هذا المشروع بحيث أن له موقع جهوي وأيضا موقع دولي وأظن أن الظروف اليوم نسانحة لسير قدما وكان اليوم بذات تصريحات للمنظمات الإفريقية الغربية بأنها كانت تصريح لممثلها بأنهم على كامل استعداد وهذا تبعا للخطاب الملكي بأن دول غرب إفريقيا هي على استعداد أن تواكب وأن تساهم في تحقيق هذا المشروع الذي تعتبره مشروعا مهيكلا لغرب إفريقيا بكاملها وليس مشروع ينحصر على نيجيريا والمغرب ولكن يهم جميع دول غرب إفريقيا وهذا ما ينأكده مسؤولون على هذه المنظمة الجهوية أستاذ كوماتا حديث العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء عن المذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المغرب مع مجموعة دول غرب إفريقيا أو أيضا في نواكشوت مع موريتانيا ومع سنغال هذا يعطي سند سياسي متين جدا لهذا المشروع هل هذه المرحلة مرحلة لنقل الإرادات السياسية المشتركة للدول الآن تم تجاوزها إلى أمور إجرائية وتنفيذية أكثر تقدما برأيك هذا حقيقا هام جدا لأننا نحن أمام مشروع يهم عدد كبير من الدول والجانب السياسي هو جانب هام يمكن أن نعتبره يمكن أن يكون هو الأهم لأن إذا كان هناك استعداد سياسي واتفاق خصوصا مع عدد كبير من الدول هذه خطوة كبيرة نحو إنجاز هذا المشروع اليوم مذكرات التفاهم همت جميع دول منظمة الغرب إفريقيا 15 دولة وأيضا مذكرة التفاهم التي وقعت في نواك شرط ما بين موريطانيا والسنغال كل هذا يعطي الإطار التفاهمي والسياسي لانطلاق المشروع اليوم الدراسات أيضا مستمرة يعني التمويل هو اليوم هناك منظمات بادرت باستعدادها للمساهمة في تمويل المشروع وهناك منظمات من المنتظر أن تبادر في الأيام والأسابيع المقبلة إذن يمكن أن نقول بأن الظروف اليوم ملائمة للمرور لفترة الإنجاز الميداني للمشروع المشروع مدام جميع ما يحيط به من ناحية إجرائية ومن ناحية سياسية اليوم تم الاتفاق عليه أستاذ عبدالطيف كومات ما الذي يجعل منظمات مالية دولية تهتم بمواكبة هذا المشروع من الناحية المالية وأيضا التنفيذية سواء تعلق الأمن ببنك الإسلام للتنمية البنك الإفريقي للتنمية وغيره من المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية هل الأمر يتعلق بنجاعته الاقتصادية أم بقيمته الجيو اقتصادية أم ماذا أنتم تتحدثون عن منظمات لها أهداف كبرى لا تنحصل في الجانب المرضودي أو الجانب المالي ولكن هناك أيضا جوانب استراتيجية بحيث أن هذه المنظمات تعيق تماما مدى أهمية هذا المشروع من ناحية الجيو استراتيجية بحيث أولا سيمكن هذه الدول من الاستقرار من ناحية الإمداد بالطاقة ونعرف اليوم مكانة الطاقة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أيضا هذه المنظمات المالية هي تعرف مدى اليوم أهمية إمدادات الغاز على مختلف البلدان وخصوصا العلاقات ما بين إفريقيا وأوروبا بأن مثل هذا المشروع لا يمكن أن لا يكون ناجعا لا من ناحية السياسية والناحية الجيو استراتيجية وأيضا من الناحية المالية إذن هذه المنظمات هي تقوم بدراسات جدوى هي تعرف مدى أهمية القطاعات التي تستطمر بها لهذا واختبعا لهذه الدراسات وتبعا لهذه المعطيات الجيو استراتيجية هي ارتأت أن تساهم بفعالية ومن المنتظر أن تكون هناك منظمات مالية أخرى سواء عمومية أو منظمات دولية أو منظمات خاصة أن تبدي رأي إيجابي للمشاركة في تمويل هذا المشروع الكبير هذا المشروع الاستراتيجي أيهما أصعب أستاذ عبداللطيف كومات هل مسألة توفير الإرادات السياسية وهذا أمر تم تحقيقه أم مسألة تدبير لنقول تحديات التمويل وهي أيضا ضخمة لا هما الجانبين لهما أهميتهما ولكن في مثل هذه المشاريع التي هي مشاريع مندمجة من عدة دول وعدة منظمات الجانب السياسي هو أهم جدا وهذا ما تحقق بقى الجانب المالي ونظرا لضخمة الكلفة المالية هو أيضا اليوم إقراه ولكن هناك بوادر إيجابية بأن إن شاء الله الإشكالية المالية لن تتكون عقبا لنحو إنجاز هذا المشروع أستاذ عبداللطيف كومات في الخطاب الملكي وردت أسماء دول لنعتبرها كلمات مفاتيح نتحدث عن المغرب نتحدث عن موريتانيا نتحدث عن السنغال ونتحدث عن نيجيريا وتكتل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ونتحدث عن أوروبا هل هذه الجغرافية الواسعة هي إطار لنقل ملائم لبلورة شراكة إفريقية أوروبية أكثر فعالية ونجاعة نعم هناك من الناحية الإستراتيجية اليوم المغرب هو وصل نقول له أمتداد ما بين أوروبا وما بين إفريقيا جنوب الصحراء إذن المغرب له موقع استراتيجي وأي تطور للعلاقات ما بين أوروبا خصوصا جنوب أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء المغرب له مكانة خاصة وكامتداد للمغرب هناك موريطانيا كما تفضلتم اليوم موريطانيا لعلاقات طيبة مع المغرب والمغرب له نظرة ليكون تطوره يعني يدخل في إطار تطور شامل لإفريقيا الغربية وهذا ما قاله صاحب الجنال في خطابه بحيث اليوم يعني المنظور للتنمية بالنسبة للمغرب ليس منظور تنمية أحادية ليس منظور تنمية المغرب بوحده ولكن تنمية تشمل امتداده الإفريقي ومن الطبيعي أن يكون الامتداد الأول والأقرب بالنسبة للمغرب هو الدولة الشقيقة موريطانيا بحيث أن صاحب الجنال كما تفضلتم سمى بالاسم دولة موريطانيا وأيضا السنغال لأنه الامتداد الطبيعي للمغرب واليوم لا من ناحية البنية التحتية ولا من ناحية الاستثمارات ولا أيضا اليوم هناك تبادل زيارات ما بين اقتصاديين ما بين سياسيين لإعطاء نقول مكان أكثر للعلاقات الاقتصادية العلاقات السياسية هي طيبة ولكن المنتظر اليوم هو تطوير أكثر العلاقات الاقتصادية ما بين المغرب وموريطانيا ما بين المغرب والسنغال في إطار بلورة نواة لتقوية العلاقات بين المغرب وباقي دول إغرب إفريقيا بحيث أن الامتداد الطبيعي والجيوغرافي للمغرب هو موريطانيا والسنغال ولكن الهدف هو أن نسير أبعد من ذلك أولا لدول غرب إفريقيا ولكن اليوم للمغرب لا تنحصر الرؤية للتنمية الشاملة لإفريقيا بالنسبة للدول الغرب إفريقيا وأيضا لامتدادها في باقي دول إفريقيا هذا المشروع نيجيريا المغرب هو مشروع يهم خصوصا دول غرب إفريقيا ولكن للمغرب اليوم أيضا مشاريع لتطوير علاقاته الاقتصادية مع باقي دول إفريقيا بحيث اليوم هناك علاقات طيبة مع دول شرق إفريقيا جنوب شرق إفريقيا وسط إفريقيا بحيث أن اليوم نبس فعامة العلاقات السياسية هي طيبة والدليل على ذلك عدد القصوريات اليوم المفتوحة من طرف الدول إفريقيا في أقاليمنا الجنوبية في مدينتي العيون والدخلة وأيضا الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع باقي دول إفريقيا بحيث أن المنظور لا ينحصر في دول غرب إفريقيا ولكن كامتدادها في جميع إفريقيا بحيث أن كما قلت البغرب له نظرة هو أن تكون هناك علاقة جنوب جنوب وأن ينخرج تقدم المغرب في امتداده بتقدم إفريقيا بكاملها شكرا جزيلا لكم دكتور عبداللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء شكرا لك على كل هذه التوضيحات بإمكانكم مشاهدين الكرام متابعة هذه الحلقة والمزيد على موقعنا الإلكتروني ميديا انتيفي دوت كوم ومنصاتنا الاجتماعية الرقمية الأخرى شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم